السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أتمنى أنكم بتحضر هذا الفيديو وأنتم في أفضل حال وأتمنى أتمنى على أهلنا في كل الدول العربية نكونوا بخير بالذات فلسطين سوريا لبنان اليمن سودان العراق كل مكان كل مكان بعانوا فيه أتمنى أنهم يكونوا بخير أتمنى أن الله رب العالمين يخفف عننا ويتقبلنا ويرضوا عننا ويهدينا للطريق الصح يا رب الله يزيقوا الخير شركة آنر تعلن عن هواتف جديدة أو سلسلة جديدة في الصين اسمها الأكس الأكس ستين سيريز هاي الهواتف هواتف اقتصادية ما يقرأك الاسم أكس ستين برو والأكس ستين لكنها هواتف اقتصادية بتقدم بعض المواصفات فبدأ أحكي لك عنها لأنه بالعادة بيجينا على بلادنا أشياء بتشبهها بس باسم مختلف وسخط البرو بيحمل شاشة منحنية 6.78% إنش بتردد 120 هرتز OLED سطوحها يصل إلى 3000 نتز بصراحة لحد الآن لأرقام حلوة يعني مش إشي اقتصادي المعالج هو سناب دراجون 6 الجيل الأول فهذا المعالج يعني هو قريب من الفئة المتوسطة وقريب من الفئة الاقتصادية ما بين الثنين أنا حاسب بديم يعملوا كمان فئة بين متوسط واقتصادي لكن غريب في الموضوع إنه الانر اكس 50 برو سنة الماضية حمل معالج مختلف تماماً حمل معالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول وهذا معالج فلاق شب فما بعرف شو التغيير اللي صار يحمل كاميرا أساسية 108 ميجابيكسل المشهورة ما غيرها راح تعمل 3 اكس زوم وعنده بطارية عجيبة 6600 ميلي أمبير الأرقام عن جد مذهلة والشحن 66 واط فهذه النسخة بصراحة نوعاً ما عجبتني راح أحكي لك ستعال إن شاء الله بس خلينا نحكي شوي عن النسخة العادية النسخة العادية شاشة LCD تردد 120 هرتز وعنده نفس الكاميرا 108 ميجابيكسل والمعالج الديمينسيدي 7025 وهو أداء يعتبر أقل من سناب دراجون 6 الجيل الأول منطقي طبعاً أما البطارية فهي 5800 ميلي أمبير والشحن 35 واط هسا بنسمع السعر وانتوا قرروا شو الواحد لازم يشتري النسخة العادية بالصين بتبلش 170 دولار نسخة البرو بالصين بتبلش 220 دولار أكيد أنا راح أنصحك روح للبرو لأنه عنده بطارية مذهلة شحن سريع شاشة حلوة معالج نوعاً ما كويس شو رأيك؟ Honor بتقرر إطلاق تابلت بس تابلت عليه معالج فلاكشب والسعر هيكون كويس جداً أنا بحكي عن Honor تابلت جي تي برو فعلياً برو يعني جاية مكانها لأنه المعالجي أخوان سناب دراجون 8 أس الجيل الثالث معالج فلاكشب لذلك على هذا التابلت أنا بأكد لك راح تأخذ أداء عالي أنا جربت هذا المعالج على التليفونات راح تأخذ أداء عالي راح تلعب جيمز راح تشغل اللي بدك يا لذلك هذا التابلت متميز جداً أتمنى جداً أنه نكون إحنا بلادنا من ضمن البلاد اللي حتحصل على هذا الجهاز شاشته 12.3 إنش كبير جداً وولد وبتردد 144 هرتز سطوعها لشاشة التابلت يا أخوان 1600 نتز بصراحة يبدو أنه هذا التابلت هيكون قوي جداً وعنده أربع سماعات بصوت نقي وعنده بطارية 10,050 ميلي أمبير شيل 50 خليها 10,000 مش مشكلة بس رقم ممتاز بيدعم شحن سريع 66 واط يعني عن جد أعتقد ممتاز أنت لسه ما بتعرف السعر هذا التابلت في الصين راح يبلش 350 دولار أعطيني تليفون 350 دولار بيحمل هيك مواصفات مش تابلت فبصراحة هيكون هذا منافس جداً السعر بتبلش 128 مع 8 جيجابايت رام وفي نسخة 512 مع 16 جيجا بس حتكون أغلى شو رأيك؟ سامسونج تعلن عن تطوير أسرع رام في العالم تعارفين أنه سامسونج فيه لها مصانع خاصة بس بتصنع الرام والرام اللي بتشوفها بالتليفونات ورامات بتشوفوها بالكمبيوترز واللابتوبات صناعة سامسونج أضف إلى ذلك الـ SSD المهم تعلن عن صناعة قطعة رام وحدة 24 جيجابايت GDDR7 وبتعطيكو بس معلومة واحدة عن هاي الرام سرعتها ستصل 42.5 جيجابايت بر سكند هاي حتكون مش مخصصة لللابتوبات حالياً حتكون مخصصة للـ Data Centers اللي هي السيرفرات اللي عليها زي البيانات مثلاً فيسبوك عندها Data Centers كبيرة راح تستخدم أشياء زي هيك فمتخيلين السرعات اللي ممكن نشوفها لو حطوا هيك رام على لابتوب ياريت شركة Realme تطلق هاتف جديد في الهند هذا الهاتف بالعادة لما بنزل على الهند ممكن جداً يوصل أسواقنا العربية اسم الهاتف Realme P1 Speed تعالي أحكي لكم بعض المواصفات عنه أول شي شاشة OLED 6.67% إنش بيتردد 120 هرت أما المعالج هو Diamond City 7300 أنا جربته على هاتف Nothing أداءه عالي يملك بطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع 45 واط والكاميرا الأساسية حتكون 50 ميجابيكسل بس ما في عندي تفاصيل أكثر عن الكاميرات الغريب في الموضوع رح يدعم مدخل لأس دي كارت أو مكان لمايكرو أس دي كارت ورح يدعم مدخل الثلاثة فاصلة خمسة تبع السماعات اللي هدولة المفروض أنهم انتهوا أو التغوا وسعره رح يبلش في الهند 215 دولار يعني على الأغلب إذا وصلنا حيكون سعره برضو قريب من هذا الرقم شو رأيكم بهيك مواصفات شركة أبل رح تطلق الجيل الرابع من هواتفها الرخيصة نوعا ما اللي هو الآيفون SE أعتقد كلكم بتتذكروا هالمرة هاي رح يضبطوا في الجهاز من ناحية رح يعطوه أشياء المفروض أنها كويسة لكن بالنسبة للتصميم حنشوف آيفون بالنطش مش بالدايناميك آيلاند هاي أول الشغلة الشغلة الثانية هو هيشبه الآيفون 14 من ناحية الديزاين فما في إشي رح يختلف عليك حيكون عندك فيس آي دي أما المعالج حيكون معالج أبل الأي 18 وهذا معالج فلاكشب قوي جدا يعني ما عندك مشاكل مع هايك جهاز ورح يكون أول هاتف SE بيدعم تقنية الفايف جي الشاشة حتكون أولد 6.1 إنش بتردد 60 هرتز نوعا ما حجم الشاشة ممتاز يعني نوعا ما أعتقد مناسب جدا للناس بتحب الأجهزة صغيرة لأنه حيكون أداء عالي وكاميرا ممتازة وعلى سرة الكاميرا رح يأخذ نفس كاميرا الأساسية تبعة الآيفون 14 اللي هي 48 ميجا بيكسل وهاي كاميرا تصويريا ممتازة والفيديو تبعها ممتاز حتأخذ فيديو 4K 60 فريم بسهولة والسيلفي برضو 4K 60 فريم بسهولة والمتوقع إن يكون سعره 459 دولار أعتقد إنه هذا الهاتف ممكن يحقق نجاح كبير ليش؟ أوش لأنه هاتف من أبل الناس بتحب هواتف أبل الشغلة الثانية 459 دولار لجهاز فعليا مواصفات من ناحية كاميرا ومن ناحية معالج البطارية لم يتم ذكرها بس أتمنى مع هيك معالج تأخذ أداء بطارية ممتاز تسريب عن هاتف شاومي القادم شاومي 15 برو في لحظة تصوير هذا الفيديو فعليا ما أعلن رسميا عن الجهاز لكن لما أنشر الفيديو ممكن يكون تم الإعلان عنه لكن المواصفات يعني مش بعيدة مبدئيا الشكل حيكون حلو أنا عارف لما تشوفوا الصورة حتقول إنه نفس الشكل في حركات وألوان إنحناءات نوعا ما بيحطوها بالجهاز بتخلي فيه تجربة مختلفة وأنا بعتقد إنه شاومي بالذات بفئة الفلاكشب تبعتها بتقدم أجهزة رائعة جدا الشاشة هتكون منحنية من كل الجهات 6.78% إنش LTPO 120 هرتز واللي بدي يصنع الشاشة شركة TCL وحتكون دقة الشاشة 2K المعالج أكيد سناب دراجون 8 الجيل الرابع أفضل معالج على الأغلب هيكون هاي السنة والساعات رح توصل 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت ترام نروح للكاميرا الأساسية اللي هي 50 ميجابيكسل الحساس 1 على 1.3 إنش الحساس كبير بس على الأغلب بشي جديد أتمنى يكون الحجم نفسه لكن يكون حساس جديد لم يتم ذكر الموضوع فتحة العدسة F1.4 أعتقد إنها فتحة ممتازة جدا وهي الأكبر في عندنا كاميرا عريضة 50 ميجابيكسل وفي عندنا كاميرا 50 ميجابيكسل تلفت وتعمل 5X زوم بالنسبة لكاميرات شاومي أنا صرت أشوف إنه هم قويين وبنافسه الشركات الكبرى لأنها شركة كبيرة صارت بظل موضوع السوفتوير يمكن هون نقطة الضعف أو يعني مش نقطة الضعف حتى يعني مثلا سامسونج سوفتويرها أنضج من سوفتوير شاومي بالنسبة لي على الأقل لكن أجهزة شاومي الفلاكشيب تجربتها غير البطارية مش خمس ألاف ولا أربع ألاف ستة ألاف ميلي أمبر وهذا الرقم صراحة بريح البال وعنده تسعين واط شحن سلكي وثمانين واط شحن لاسلكي تخيل إذا كتشحن لاسلكي بثمانين واط على الأغلب حتشتري شاحن بيدعم هذا الشحن اللاسلكي لكن فكرة إنه بيدعم ثمانين واط لاسلكيا خرافية إن شاء الله يعني تشوفوا الفيديو قبل ما تم الإعلان أو إذا تم الإعلان بحاول أعمل عنه فيديو خاص بإذنه تعالى وما أني صرت هنا في الإمارات إن شاء الله أنه توصلني هاي الأجهزة ونرجع نعمل محتوى فعلي قريبا إن شاء الله يعطيكم ألف عافية وأشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم إلى اللقاء